السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي قناة عالم الزراعة الممتعة طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم هنتكلم مع بعض على نبات كتير حلو وكتير شكله مميز وظهرت كمان جميلة جدا ومميزة دون عن أي زارة تانية بتمتاز بشكالها الرائعة وكبر حجمها وهو نبات الهايباسكوس وهذا النبات كما احنا شايفينه قدامنا ما شاء الله تبارك الرحمن نبات تقدر تزرعه في البلكونة وتقدر تزرعه في حديقة المنزل وتقدر تزرعه في الصيص أينما وجدت الشمس فتقدر تزرعه بجماله بشكله الرائع اللي بيغير كل الحديقة ما شاء الله تبارك الرحمن هذا النبات نبات دائم الخضرة سريع النمو يمكن أن يصل إلى ارتفاع بعض الأنواع منه إلى خمسة أمتار يعني هاي كمان بتكون فيه منه الأنواع بتصل لشجرة كبيرة مش شجيرة تصل لشجرة كمان يعني خمسة أمتار مش يعني شيء كبير قابل للتشكيل طبعا بتقدر تشكل الشجرة زي ما بتحب تقدر تشكلها طبعا تقدر تشكلها زي ما بتحب وتتشكل معاك زي ما زي ما بدك ويزرع بالحديقة لعمل صور حول الحديقة لجمال أزهار يعني نقدر نزرعه يعني على صور الحديقة لو عندك حديقة أو صور مزرعة لجمال شكله وجمال أزهاره تقدر تزرعه على الصور كسياج لعمل صور في الحديقة لجمال الأزهار وأشكاله الرائعة هذا النبات موطنه الأصلي هو مناطق جنوب شرق آسيا مثل الصين واليابان وشرق أفريكا أيضا ويوجد منه حوالي 250 نوع يعني ما شاء الله أنواح كثير منه تتعدد الألوان كما نرى في الصور ألوان كثيرة وأشكال كثيرة أزهاره فمنها الأحمر والأبيض والأصفر والوردي والبنفسجي يمتاز النبات بزهره بزهرة بوقية يعني بتكون شكل الزهر زي ما احنا ملاحظين زهرة زي البوق فتسمى زهرة بوقية الشكل فمنها الأزهار الأحادية ومنها الأزهار المزدوجة وتكثر هذه الأزهار في فصل الصيف وأوائل الخريف يمكن أن يتحمل النبات قلة الري عند زرعته في الحدائق أما عند زرعته في القصيص فعلينا نراعي دائما الري بانتظام يعني ما بنعطش النبات كتير ولا نظل نحط مي الري بانتظام يعني عندما تجف سطح التربة بنعطيه المي الري منتظم نحافظ على النبات ونحافظ على شكله وصحته بالنسبة ويحتاج للنبات أيضا يحتاج للشمس المباشر يعني حابين نزرعه نزرعه في مكان بيصله شمس مباشر سواء في الحديقة أو في البلكونة أو في شرفة المنازل فهو تقدر تتحكم فيه زي ما بتحب بتقدر لو عندك مكان في الحديقة بتقدر تزرعه في حديقة في الحديقة أو في البلكونة بتقدر تحط في أصيص المهم انك توفر له شمس مباشر فميزة النبات انك انت بتقدر تتحكم فيه زي ما بتحب بتقدر تشكله زي ما بتحب طبعا التسميد هو لا يحتاج لكسرة التسميد يعني بيكفي تسميده مرتين في السنة بس لكن هذا السماد بالنسبة للسماد العضوي لو سمت مرتين في السنة أو مرة بالسنة بس التربة بتكون غنية هو بيده تربة تكون غنية بالعناصر فاذا كانت تربة غنية بالعناصر فلا تحتاج لتسميد كتير مرة اذا سمت مرة خلاص التربة بتكون غنية ما بتحتاج لسماد عشرينات ممكن السماد المتكامل فتقدر ممكن تستخدمه كل شهرين كل 3 شهور ما بتفرق اذا كانت تربتك غنية بالعناصر هاي بالنسبة للتسميد والري حكينا الري يكون ري منتظم بالنسبة للتكاثر فهو نبات يتكاثر بكذا طريقة بطرق كثيرة مختلفة يتكاثر النبات بعدة طرق منها الترقيد الهوائي يعني ممكن نعمل له عملية الترقيد الهوائي أو التطعيم وأيضا البزور والعقل فيتكاثر بالعقل القاسية في أواخر الخريف يعني نلاحظ هاي النوطة نحن مش أي عقلة خاصة في هذا النبات يعني العقلة لازم تكون عقلة شبخة شبخة يعني قاسية مش منطرف هذا الفر لا بيكون العقلة قاسية في أواخر الخريف ويتقاثر بالعقلة الساقية الغضة أواخر الربيع يعني يعني العقلة القاسية فين وقتها في أواخر الخريف أما العقلة الغضة اللي هي العقلة الطرية فهي بتكون في أواخر الربيع أو في الربيع ولنجاة عملية التعقيل يفضل نزع كل الأوراق الخضراء منها وقص العقلة بميل من أعلى ومتساوية من أسفل وتغطية العقلة بكيس بلاستيك به بعض الفتحات حتى الإنبات النبات النبات لا يتحمل الصقيع أي مشكلة النبات لا يتحمل الصقيع يحتاج لزيادة الرطوبة صيفا وتقليلها شتاء ويفضل تقليم النبات في الربيع بقص الفروع الضعيفة من الشجرة وقص الفروع الناشفة وزي ما احنا شايفين قدامنا هاي زهرته كتير مميزة وكتير ممتزة وسهل العناية به لأنه ما بيحتاج عناية كتير لا بيحتاج تسميت كتير ولا بيحتاج مية كتير فعنايته بتكون سهلة وحتى الأمراض ما بيصيبوش أمراض كتير فأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلمات المفيدة على هذا النبات الجميل الرائع فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسى اللايك والشير والاشتراك بالقناة لو مش مشترك معنا بالقناة ولا تنسى الصلاة على النبي وحتى تعمى الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر